أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَظْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وهو الغفور الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِذَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ